قناة سكريم بيز الجريمة بطعم النصيحة ننتظر دعمكم ويركاكم في القناة كي يصلكم الجديد اضغطوا على الجرس مع تشكورتنا سلال اضراب في التاكسيات اللي دم اسبوع عاش في الزبنة عادة بيوم كبير باش يوصلوا لديورهم لخدمتهم كانوا كيمشيوا لرجلهم المسافة الطويلة بعدما ما بقاش اثار للتاكسي الحمر بالمدينة وده باش الوقت باش عرفتوا بناء التاكسي حقوقهم باش يتم القطع مع ديك الممارسات الخيبة اللي كيديروها بعض الشيافر وطابعا ماشي كل شي كان فيهم اللي ملتزم بالقانون وكان اللي كي خلق القانون اللي خاص يعرف الكليان ديال التاكسي الحمراء ان بعض الممارسات اللي كيديروها الشيافر مرفوضة ومعاقب عليها حسب القرار العاملي اللي صدر في عهد الوالي الغرابي قبل عشر سنين رخصة الثقة اللي عند الشي فور كتتحيد ليه نهائيا في الحالة اللي كيتتضبط فيها كيسوق سكران أو كيكمل حشيش أو في حالة إلى حرد لعلي الفساد كما كتتسحب منه في حالة اللي عاودرتها كممارسة غير قانونية بحالي لمس للمش للبوليس بمكتب تنقيت شي حاجة لقاهها في التاكسي أو أعطته موبيل شي واحد ما عندوش رخصة الثقة أو مستعمش الكونتور وزاد في الثمن للجولة هال السحب كيكون من اللي كتتحب منه مؤقتا وكيتكرر نفس الممارسات أو غيرها ما الشي اللي كيخالف القانون وكيقول الفصل السادس من القرار العاملي بللي الرخصة كتحيد لشهرين لكل شي فور مع مضاعفات العقوبة في حالة العود وذلك في الحالة التالية إلى ما متاتلش الشي فور للبوليس من اللي يرتاكب أي مخالفة أو ما احترمش القانون التنظيمي المحطة أو دار البلبلة والفوضى فيها أو استعمال عبارة نابية مع الزملاء أو دار راكلاج أو رفض يهز ثلاثة البلايس مجموعين أو هز بلايس 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 16 مع الزبول الأول نفس العقوبة كتطبق على اللي كيهز معه شي بنتمشبوها من اللي على بلكم أو كيهز الكليان مشي بلاسه ما مخصص الوقوف وكذلك بالنسبة اللي كيزيد في عدد الركاب المرخص بهم أو كيختار بالكليان أو كيرفض يهزهم أو كيبرح على البلايس بحال الشي اللي كيوقع في فلورنس وقرب عمارة الوطنية وتسحب رخصة الثيقة أيضا ولعشرة أيام للشيفور اللي ما كيبوانتيش لمدة ثلاثة أيام أو أكثر ودون ما يقدم أي عدر مقبول ويحيدوها له في حالتي لما بوانتاج ثلاثة ثلاثة شهر اللي ما كيعرفوش كليان التاكسي أن الشيفور مطالب يعتني بالنظفة السيارة والهندام دياله وما محقوش يكمي أثناء مزاورة العمل دياله وكتفرض عليه الشارة صدرية بالصورة لكن للأسف كل شيفور ما كيحملوش هات الشارة مولا قريما بدوره معني بالقرار العاملي لصدرع العامل الغرابي في 2009 وقد تسحب منه القريما أو المأدونية إلي أعطيته موبيل شي واحد ما عندوش بيرميد فيل أو استعمل سائقها خط غير مرخص وهذا الشي كيعني التاكسي الكبير بالدرجة اللولى نتمنى تكونوا استفدتم هاد المعلومات الواجب يعرفها الكليان ديال التاكسي كما الشيفور اللي خصوا يحترمها ويتجنب كل ما من شأنه لإخلال بالقوانين المنظمة للقطاع ماشي بحيل هادوك اللي فلاقار أو صحاب الراكولاج المعروفين فلورنس واللافيات والأطلاس وزيد وزيد اللي عندهم القانون ديالهم خاص بهما كيحترموا احتحاجا ما هاد القوانين اللي يجابيها القانون لا تنسوا الاشتراك وضعتوا على الزير كي يصلكم الجديد من القناة